اشتركوا في القناة سعيد بلقائكم مرة اخرى في برنامجكم هذا هدايات قرآنية ومازلنا مع الهدي القرآني ومازلنا كانت تكلموا على الجانب ديال العقيدة وانه الى استطعنا اننا نصفيوا ديال العقيدة كما امر الحق بذلك وكما جاء في القرآة الكريمة ارى يمكن العمر الاخرى انضبطوها وكنا تكلمنا على ان القرآة الكريمة اكد على ضرورة تصفية العقيدة وعلى التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وان القرآة الكريمة ما تضمنش ذاك الجزئيات اللي تتكلموا عليها العلماء هذي يكمن في باب المدافع مع اهل الاهواء والأباطيلة وسادتنا العلماء اللي تتكلموا في هذا الموضوع هذا من علماء العقيدة وعلماء التوحيد وعلماء علم الكلام اجزاءهم الله خيرا يعني فصلوا في هذا الموضوع وهذا وهذا مجال ديال 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 التعليم وديال التدريس وديال ولكن القرآة الكريمة كانت يخاطب القلوب مباشرة وقلنا بأن القرآن الكريم ركز على القضية ديال الفترة ديال الإنسان فالإنسان خلق صدر ربي سبحانه وتعالى مفطور مجبول على قبول الحق وقول الحق وفعل الخير والسعي إليه ولكنه كتجي لحظات ديال الانحراف ومرت عليه حتى نخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك ومن دائرة الهدى إلى دائرة الضلال ومن دائرة العدل إلى دائرة الضلم ومن دائرة الصلاح إلى دائرة الفساد والعياذ بالله وكان قضية مهمة جدا وهو أنه لا يتصور عدم وجود الفساد في المجتمعات مرة واحدة كما لا يتصور انتفاء الصلاح مرة واحدة بس يجيش واحد يقولك لا رأى الأمة كل فاسدا يعني كيفون شط وخرج على الطريق ديال الحق واللي عاودي يقولك لا رأى الأمة كلها مزيانة ما فيها فسد لا أموره يعني نسبية طارة يعلو الحق ويغليب ويتغلب وبعد الأحيان يعلو الباطل ويتغلب ولكن أديم الحق حق والباطل وباطل ولن يجتمع فالأنبياء والرسول القناة كلهم جاءوا لرد الأمور إلى نصابها وأول أمر دعا إليه الأنبياء وأكد عليه القرآن الكريم هو توحيد الله وتبارك وتعالى ومحاربة ظاهرة الشرك والإلحاد لأنها تطاول واتداء على حق الله تبارك وتعالى والأنبياء فهذه القضية كنهم وحد ولا يمكن بأي حال من الأحوال ولا تحتأي مسمى من المسميات أن تصوروا أن شي نبي من الأنبياء جاء بي شي دعواب فيما يتعلقوا بالعاقيدة مخالفة لما جاء بي إلى الأنبياء فكلهم كانوا كيقولوا يا قوم عبدوا الله ما لكم وإله غيره وهو اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي سيد ربي فاعبودي الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقلنا إذا استطعنا بالقرآن الكريم الذي يدعو إلى المحافظة على فطرة الله التي فطر الناس عليها من ذلك الاستعداد لقابولي الحقي ورفضي الباطل والسعي إلى الخير ونبدي الشر والإقبال على الله تبارك وتعالى لأن القرآن نركز عليها التوحيد كما قلنا الخالص لأن لن نتصور التوحيد إلا بالإخلاص التوحيد المعنى دلو هو الإخلاص كما قال ديك السيد أنا كان عاود نقولها قالت لي من الله في القلب ديالي أي حاضر معايا ديما أنا محضره محضره المراقبة ديالي بهذا المعنى الهوى ما تريده النفس كيستطع الإنسان يكبحه يعطيها دك الشي اللي مباح ودك الشي اللي حرام ما يولي شو عبد للشاهوات دياله بل تتولي دك الشاهوات دياله منضابطة بضابط دياله المقام دياله باعتبره إنسان مش عبد لله مش عبد للشاهوات دياله ولهذا دك التوحيد يحرر الإنسان يحرره من ماذا من الشاهوات من دك الهوى حبه اللذة وحب الاكتر من المال وحب الجاه وحب الظهور سيقول سيد رب فقر الكريم أفرايته من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفرايته يعني بحديك يقولني بسيطة شي واحد شي واحد ما الناس أضله الله على علم وفروض أن العلم يهدي لأداء القضية ديال أن العلم يتناقض مع الدين ومع الإيمان رفياك لا العلم يهدي إلى الإيمان يهدي إلى الحق ولكن كين الذي يضل عن علم رغم أنه عنده العلم ولهذا منلقى وحد مثلا في عالم في الفيزياء أو في الرياضيات أو في أو في أي مجال من المجالات أو في الفلسفة وينكر وجود الله تبارك وتعالى هذا ضل الطريق ضل الطريق لأن العلم لا يمكن العلم الحق لا يمكن أن يوصل إلا إلى الله علاش لأنه مصدر العلم مصدر العلم والله القرآن كي يقول لنا من الهدايات دياله من أول ما نزل أول ما نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم ربك لكرم أي الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم المعلم الأول هو الله لأنه لا يتصور لا عقلا ولا يعني يعني منطقا أن صيد رب سبحانه وتعالى ليه خلقك أيها الإنسان ونعم عليك بهذه النعمة كلها وجعلك وهذه أديرة مهمة جعلك خليفة لو في الأرض ما يعلمكش ما يمكنش علمك بجوش جيل الحويش بجوش جيل النعم علمك بالوحي عجل ما يمكنش العقل دير كي يوصل لها كي يجي الوحي كي يخبرك الوحي شكل كي يجي وبيه الأنبياء والرسول وهو المتضمن في القرآن وفي التوراة وفي الإنجل قبل ذلك وعلمك بحاجة أخرى العقل إذن ما لا يدركه العقل كي يجي الوحي كي يفصل لك فيه وكي يريحك حتى لا تضل وهذا وهذا المعناها من الهدايات موجودة في القرآن الكريم رأيك سنتبه لها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وكي تأمل في الملكوت دي السماوات والأرض بتوفيق من الله تبارك وتعالى وعناية منه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يصل إلى درجة اليقين وفي واحد في واحد اللحظة ما اللحظات لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قاله لئن لم يهديني ربي لأكون أنه من الضالي إلى ما هداني يا سيد ربي أراهيم كلا نضل وأنا كان بحث بالعقل ليالي كنفكر كنشوف الكون إلى ما هداني الله تبارك بالهداية للتوفيق ولهذا الإنسان إلى شناه ورنا الطريق مرة وجوج وثلاثة ومبغاش يلتازم اش كي تسألنا اش كي تسألنا الدعاء الله يديه وهذا الأمر مهم جدا لأن الهداية للتوفيق ما بيدياش ولا بيديك ولا بيدي شي حدخر صدر بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني يعني احتوي احتوي تكون باغي يعني يعني يضرك خاطرك أنهم ما بغينش ما بغوش مشوف الطريق الناس عزاز عليك ولداتك أحبابك ولكن لا تملكوا لهم شيئا محما يعني لأن أنت بغي لهم الخير وهم ما بغينش وريتوا ومعود وريتوا ومعود وريتوا لا تملكوا لهم لا سيدنا إبراهيم الخليل هنا دعا لنفسه خاف 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 أنه لم قتاب هذا القضية بدون توفيق من الله تبارك وتعالى يخرج من دائرة الهدى إلى دائرة الضلال ولهذا قال لئن لم يهديني ربي لأكون من قوم الضلال لهداية دي للتوفيق ولهذا وحنا كان نتكلم في هذا المجال دي العقيدة ما ندخلوش في دك التفاصيل جزئية مع الناس نوصلهم الواحد لحالة يعرفوا فيها بأن الله تبارك وتعالى كين معهم في كل وقت وحيد يستحضروه هذا أول أنكدوا عليه يستحضروه بأن الله معاهم يراقبوا الله تبارك وتعالى من يوصل لإنسان لهذا المستوى كل كلام على القضية دي الصفات وعلى القضية كي يقولي كلام داخل في واحد لإطار دي العلم ودي المدارسة أما في إطار الحياة تعيش الحياة على الأرض الإنسان يحس بأنه سيد ربي كيراقبه وبأنه سيد ربي معه هذا أول هذا أول هدي دي القرآن الكريم هدي دي القرآن الكريم هو كي تحدث عن القضية دي العقيدة هو الإخلاقات في العبادة لله تبارك وتعالى فاعبود الله مخلصا له الدين استحضر مراقبة الله لك وعبد الله تبارك وتعالى تقربا إليه تقربا إليه بديك العبادة بش القلب ديلك يعمر بالله تبارك وتعالى ولما تخرج لحياة ديلك هذك هذك الأمور دي القلب بالله تبارك وتعالى هي التي تجعل نفس ديلك لا تمشيش مع الشهوات وهذا هو لك المعنى اللي قلنا عليه دي الفطرة الفطرة دي الإنسان اللي افطرنا الله عليها اللي الله خلقنا عليها أننا عدنا استعداد لقبول الحقي وقوله وفعله الخيري والسعي إليه وتقرب إلى الله تبارك وتعالى وطبعا مرة أخرى القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى لا قريناها بتدبور قريناها يعني كل مرة كل مرة يعني يعني قرأ لي ومقرأ غدى وقرأ غدى وقرأ حتى تصل لواحد الحالة كما قال واحد السيد لولده كالك يقرأ القرآن كل نار ويدخل عليه قاه قال له يا بني اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك تشعر بأن ديك القرآن وكلام الله ليك ونزل على رسول الله ولكن بديتيك تستوعم المعالي ديانو سهلة واضحة للناس قاعد الناس فهموها الشي يبقى تيبقى يعني ديك ديك التنزيل على أرض واقع برفق وبلين وبطلب الهداية من الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لنهدية ناسه لنا وننجعلنا من الذين يستمعون وقلوا فيتبعون وحسنا إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة